نظمت وزارة الصحة والسكان برنامجاً تأهيلياً لأطباء الأمراض الصدرية العاملين بالوزارة بالتعاون مع الجمعية المصرية للشعب الهوائية لتأهيلهم لاجتياز اغتبار التعليم المنصق في الطب بالجهاز التنفسي للمتخصصين الأوروبيين يأتي البرنامج التأهيلية ضمن استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة الكوادر الطبية وتأهيلها على مستوى المعايير الأوروبية بهدف تعزيز المعرفة لدى أطباء الصدر بأحدث المستجدات العلمية وتمكن الأطباء من الحصول على الشهادات المعتمدة دولياً لنقل الخبرات العالمية في مجال تشخيص وعلاج الأمراض الصدرية